اشتركوا في القناة سنعمل على توفيرها بالتوفير لها الأسلحة وهذا ما تفعله دول أخرى تطرقنا أيضا إلى إعادة بنية هذه المجموعة على المدى الطويل ولدينا أموال إضافية تم تخصيصها لهذا المجال ولكن علينا الالتأم معا بشأن هذا الموضوع ولا نتكلم عن مجموعة السبع ودورها بالإضافة إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لمناقشة أعمال إعادة البنية نحن بحاجة إلى خطة عسكرية لأوكرانيا وهذا أحد الأهداف التي عملنا عليها أما الرسالة الثانية التي نود نقلها هي أننا نعمل على مكافحة المجاعة من حول العالم وهذا تحدي كبير ويتأتى نتيجة الاعتداء الروسي على أوكرانيا هذه حرب روسيا التي أدت إلى مخاوف الناس من عدم التمكن من إطعام أنفسهم وعائليتهم أكثر من ثلاثة ملايين وخمسة وأربعين ألف شخص غير قادرين على توفير الغذاء وهذا ثلاث مرات أكبر من عدد الألمان ونعرف أن عالم يعاني من أزمة الغذاء ونعرف أن أزمة انتشار فيروس كورونا والعدوان الروسي قد أضف أعباء هذه الأزمة ونعرف أن دول الأفريقية والأسيوية قد تدررت بشكل كبير بذلك وبالتالي علينا العمل لمحاولة درء مخاطر مثل هذه الأزمة وتوصلنا إلى تحالف عالمي للغذاء ولقد خصصنا أكثر من خمسة مليارات الدولار لهذه المجموعة لهذه المساعدات وألمانيا ستنخرط أيضا في تقديم مثل هذه المساعدات وبين هذه الخطوات علينا العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني قوتيريش وذلك لتتمكن الحبوب والأسمدة المخزنة في أوكرانيا أن تتوفر لباقي العالم بالطبع أظهرت هذه الحرب كم نحن نعتمد على مجالة الطاقة بالإضافة إلى مصادر الطاقة من روسيا بشكل خاص وبالتالي علينا تخفيف هذا الاعتماد وهذا أمر قد ناكشناه معنا وسنعمل قدر الإمكان على توسيع اعتمادنا على مصادر الطاقة المتجددة وتكثيف اهتمامنا بهذا المجال ولذلك القرارات التي اتخذناها تظهر أن حين يتعلق بتمويل مصادر الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفرية يجب أن تنتهي ولكن في هذه الحالة بالذات التي نواجهها سنعمل على مساعدة العديد من الدول في حال أرادت الاستثمار في مصادر الطاقة المعتمدة على الهيدروجين ويجب أن يستغلوا هذه الفرصة طالما نحن نحترم اتفاقات باريس لتغير المناخ هناك خطر على الأمن والاستقرار والسلامة في العديد من الدول وهذا ما نعلمه وهذا ما تكلمنا عنه حين تترقنا إلى الأزمة الاقتصادية من حول العالم نرى أيضا تهديدات تضخم وهذا أمر نلمسه في عديد من الدول والعالم يتخوف من هذه الأزمات وبالتالي خصصنا الوقت الكافي لمناقشة هذه المواضيع وعلينا أن ننظر أيضا إلى ماذا يحدث في الدول الناشئة فنعرف أنها تواجه الكثير من التحديات وقد سأت الأمور بالنسبة إليها في بعض الأحيان لأنها غير مستعدة للتعامل مع مثل هذه التحديات ارتفاع الأسعار والتضخم قد تؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي وقد تسهم أيضا في أن تسهو الأوضاع الاقتصادية بالتالي علينا التعاضد مع بعضنا البعض أما الرسالة الثالثة من قمة السبعة هي عدم نسي المهمات التنوع طويلة الأمد فنحن نريد أحراز تقدم لعالم عادل ونريد أن يكون هناك عدلة من حيث المسؤولية العالمية تتركنا أيضا إلى مسألة منتدى للطاقة والمناخ وهذا أمر اقترحته منذ فترة ولقد اتفقنا على هذه النقطة ويصرنا أن أقول أن سنعمل على منتدى المناخ بحلول نهايات العام وبذلك نكون قد وضعنا الكواعدة الأساسية لمثل هذه الأعمال نحن بحاجة إلى المزيد من الطموح لتحقيق أهدافنا المناخية ومثل هذا المنتدى أن يسهم في محاولة تلبية احتياجات مثل هذه الأهداف ونريد أيضا أن ننظر إلى استراتيجيات الوطنية التي علينا أن نطورها ويجب أن نعمل أيضا على صناعات محايدة الكربون فنحن لا نريد أن نعمل ضد بعضنا البعض ولا نريد أن ننعزل عن بعضنا البعض بل نريد التعاون والتعاضد وسنتمكن من فعل ذلك فيه منتدى مناخيا مفتوح بالتالي سنتمكن من المحافظة على التنافسية الموجودة بيننا وبإمكاننا أيضا أن نقدم ميزة إضافية لإيجاد حلول ضرورية علينا أيضا أن نركز على تحول مصادر الطاقة ونحن نريد أن نضع أسس مثل ذلك مثل هذه لمساعدة الدول الناشئة على بدء مثل هذا التحول لقد عملنا مع دولار جنوب أفريقيا لتحول ذلك فلقد خصصنا 700 مليون دولار لمساعدة البلاد لتحقق ذلك ورئيس رنوب أفريقيا كان مسرور جدا بمثال هذا القرار وسنستمر بالعمل على شركات إضافية مع الهندة اندونيسيا إسريلاكيا وغيرها ولقد خطتنا لمساعدة هذه الشركات نحن نريد التعاون مع بعضنا البعض أحد الأمور التي تجمعنا معنا هي القيم المشتركة حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والحرية وهذه المبادئ تشركنا أيضا مع دول الحليفة ولقد طلبنا من هذه الدول الانضمام إليها مثل سنغال وجنوب أفريقيا الأجنطين الهند وإندونيسيا هذه أصوات ديمقراطية من دول الجنوب وهي الشركة المناسبة لنا لمناقشة مشاكل وقضايا هذا العالم لنتشاركه جميعا سنتمكن من إدارة هذه الأزمات في حال تمكننا من العمل معا ولنحن نريد إحراز تكدم لعالم عادل وبالتالي سنناقش هذه المواضيع المهمة في قمام إضافية أنا أعتقد أن هذه القمة التي عقدناها مهمة جدا لا نستفيد غالبا من الاشتماعات عبر الفيديو وقراءة البيانات علينا إجراء المناقشات الحية والمباشرة وعلينا بدي أيضا الشماعات الثنائية وبالتالي بإمكاننا التعقيب على إيجاد الحدود وهذا ما تمكننا من فعله من خلال هذه القمة ولقد نجحنا في التباحث مع بعضنا البعض وزادت الثقة بين بعضنا البعض وهذا أمر سيساعدنا في المستقبل القريب كما أود أن أشكر كل من عمل في قلعة المف قد ساهموا كثيرا في نجاح هذه القمة من خلال المساعدات المقدمة وشرفنا أن أكون بينكم وشكر أيضا موصول للشرطة والخدمات الطوار التي عملت نهارا ليلا لكي نتمكن من الحصول على منطقة آمنة أود أن أشكر أيضا الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية كما أود أن أشكر السكان المحليين فقد أرجعنا الشماعات مهمة جدا أود أيضا أن أشكر الجميع على تفهمهم موقفنا وعلى تقديم المساعدة وأود أن أشكركم أيضا على نضالكم ونراتكم أشكر موصول منا جميعا للسكان المحليين وسرنا أن نكون هنا قد يفهد هذه المنطقة رئاسة مجموعة السبع لم تنتهي بعد بل ستستمر حتى نهاية العام وكما ذكرت في البداية هذا عام مميز جدا وبالتالي من المراجح أن نجي مباحثات إضافية مع بعضنا البعض وسنعمل بشكل أفضل إذ نحن استفدنا من وقتنا هنا في هذه المنطقة هذه رسالة وضوح وقوة ومثل هذه الرسالة المنقولة مهمة جدا لنا ولسيما قبل قمة مدريل النيتو التي ستعقد ابتدائي من اليوم وسنتكلم عن الشركات عبر الأطلس وذلك يظهر ماذا بإمكاننا تحقيقه وكيف بإمكاننا الدفاع عن دولنا وعند ديمقراطيات في حال عملنا على تنصيق هذه الجهود معا إذن سأطلب من الجميع أن يرفعوا أيديهم قبل أن يطرحوا سؤالهم وبعد ذلك ستصنح لكم الفرصة للتكلم نملك 45 دقيقة ولكن لا أعرف ما إذا ستمكن جميعا من ترحي هذه الأسلحة إذن سنكتفي بذلك كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي المستشار الألماني أولف شولتز خلال ختام اجتماعات مجموعة السابعة في الماو في ألمانيا وكان حديثه عن تداعيات الأزمة الأوكرانية وما يتعلق بمعاناة الملايين من توفير الغذاء وإمدادات الغذاء بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وأزمة الأزمة الأوكرانية الروسية وذكر أن الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السابعة تحاول الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة وتفتيت الاعتماد على روسيا بشكل خاص وتوسيع اعتمادهم على مصادر الطاقة المتجددة وأيضا تحدث عن تضخم في عدد من الدول وتخوف العالم من الأزمات المتعاقبة في هذا الوقت وكان هذا أيضا أحد محاور النقاش خلال قمة مجموعة السابعة في ألمانيا هو كيفية التعامل مع هذه التحديات العالمية كذلك تحدث أيضا المستشار الألمانية عن مشكلة تغير المناخ وقال أنهم يبحثون هذه المشكلة والتعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ وتوفير مصادر الطاقة وتجديدها وأكد على استمرار اجتماعات مجموعة السابعة حتى نهاية العام الذي وصفه بأنه عام مميز للغاية متواصلون مع حضرتكم في هذه الساعة الإخبارية نذهب من جديد إلى زميل محمد عبد الحاكم وقراءة رياضية